أعدت دار الأوبرا خلال الشهر الجاري برنامجاً فنية للاحتفالي بأعياد الميلاد على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية وللمزيد معنا من دار الأوبرا مراسل التليفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية أطلعنا على أجواء الاستعدادات كافة للاحتفالات في دار الأوبرا بمناسبة أعياد الميلاد نعم هيبا ودينا تحية لكم تحية من دار الأوبرا المصرية كل عام وأنتم بخير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والكريسماس بداية في دار الأوبرا المصرية تزينت بمجموعة من المظاهر الاحتفالية والديكورات التي تعبر عن هذه الأعياد وهذا الكريسماس احتفاءا بالعام الميلادي الجديد الجمهور منذ اللحظة الأولى التي يدخل فيها هنا إلى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة يشعر بهذه المظاهر الاحتفالية دار الأوبرا المصرية بالفعل عدد برنامجا فنيا ثريا خلال شهر ديسمبر على كافة مسارحها سواء هنا في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة أو أوبرا سكندرية أو أوبرا دامنهور برنامج فنيا ثريا يحتوي العديد من العروض الغنائية والاستعراضية الأوبرا للجمهور الذي جاء خصيصا للاستمتاع بهذه الاحتفالات أشير في هذه النقطة أيضا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور سواء من المصريين أو من العرب أو من الأجانب الذين جاءوا ليستمتعوا بهذه الحفلات الموسيقية الغنائية هنا في دار الأوبرا المصرية اليوم هنا في المصرح الكبير شهد ثلاثة عروض غنائية من الأوبرا هذه العروض لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرتها الفنية الدكتورة إيمان مصطفى وأيضا بمشاركة أوركسترا القاهرة السينفوني وهو أيضا بقيادة المايسترو محمد سعد أباشا إضافة إلى كرال أكابيلا وأيضا هناك تبلهات حرقية لفرقة بلي أوبرا القاهرة التي أيضا قدمت مجموعة من المشاهد الغنائية الاستعراضية الجميلة التي استمتع بها الجمهور تحدثت مع عدد من الفنانين ومع عدد من الجمهور الذي عاربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه الحفلات وهذا الإقبال الكبير من الجمهور على هذا النوع من الحفلات الذي يعبر أيضا عن قوة مصر الناعمة فدار الأبرا المصرية هي صرحة ثقافي كبير على مستوى العالم العربي والعالم أجمع يليكم زملائي في الستوديو ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير أنت طيب يا أحمد بشكرك شكرا جزيلا لمراسل التليفزيون المصري أحمد الحسيني كنت معنا من دار الأبرا المصرية